لأن همهم لم يكن بندى شهود الزور الذي بحجته انقلبوا على الحكومة السابقة بقدر مكان التخلص من شهود على ارتكاباتهم بحق الدولة ومؤسساتها فحكومة اللون الواحد لم تواجه أي مشكلة في إقرار التعيينات المدرجة على جدوى الأعمال جلستها الأولى التي أعلنها وزير الإعلام وليد الضعوك عين العميد الركن وليد سلمان رئيساً للأركان في الجيش ومن ثم تجديد تعيين السيد رياض سلامي حاكماً لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتباراً من أول قاب 2011 ومن ثم تعيين الدكتور أنتوان شئير في وظيفة مدير عام رئاسة الجمهورية الموافقة على هذه التعيينات لم تكن سوى مناورة من حزب الله تمهيداً لإقرار تعيين العميد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام في الجلسة المقبلة حفاظاً على ماء وجه العماد عون الحليف المسيحي لحزب الله بتصور مركز أساسي غبطة البطريارك مصر عليه فخامة الرئيس مصر عليه كل اللبنانيين ما بتصور هذا في تجازب عليه هذا الموقع كل المسيحيين مصرين على استعادة هذا الموقع واليوم القصة بييد الجنرال عون يا فعلاً الجنرال عون بيثبت للمسيحيين أنه عادي ريجيب يا بدي يثبت للمسيحيين أنه قصة عنده بس حكي بحكي وبيوعد المسيحيين بأمور ما بيطلع بيده يقدر يجيب مدير عام لقدام أو مدير عام لورا هذه الجلسة كانت المحك الأول للعماد عون صاحب شعار بدنا نرجع الحق لأصحابه فلم يفلح في استرداد منصب كان مخصصاً للمسيحيين حتى عام 1998 لما تشكلت الحكومة كلنا من نتذكر أنه الجنرال ميشيل عون طلع وقت حفنة أنه هو حصل حقوق المسيحيين ورجع الحق لأصحابه نفس الأسماء اللي كانت موجودة على أيام حكومة الرئيس الحريري واللي كانوا بعض الوزارات مع القوات اللبنانية أو الكتائب أو مع بعض المستقلين مثل الشيخ بطرس حرب هن زيتهم الوزارات صاروا مع التيار الوطن الحرب فإذا كان انتقالوا من القوات والكتائب والمستقلين إلى التيار الوطن الحرب صار هذا تحصيل حقوق المسيحيين لا هذا بصراحة بمحل معين هذا تكذب على المسيحيين المدافع الأول عن السلاح غير الشرعي عاد وكرس هذا الموقع المسيحي لحزب الله لعجزه عن عدم تنفيذ أوامر مرشد هذه الحكومة بيدروا جلسة مجلس الوزاراء الأولى لم ينطبق على حساب حق للعماد عون الذي وعد المسيحيين بتحصيل حقوق افتقدوها كما افتقدوا مواقف عون نفسه